وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي وتتعرض جنين ومناطق أخرى بشمال الضفة لهجوم إسرائيلي لليوم الخامس أسفر حتى الآن عن سقوط 22 شهيداً فلسطينياً في الضفة الغربية لم تكتفي دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على قطع غزة لنحو 11 شهراً نفذت خلالها كل أنواع الإبادة الجماعية حتى جاء الدور على مختلف مدن الضفة الغربية خاصة مدينة جنين ومخيمها بلدية جنين شمالي الضفة قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت أكثر من 70% من شوارع المدينة بالكامل مما أدى لتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وكابلات الاتصالات والكهرباء كما استمر جيش الاحتلال في حصاره للمستشفيات في جنين حيث خرج بعض الأقسام عن الخدمة وهو ما وفي مخيم العروب شمال الخليل أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين وفي نبلس أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة الشاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر وفي القدس أغلقت قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة فيما لم تسمح للمركبات بالخروج من القرية أو الدخول إليها وهكذا يتواصل بطشو وإرهاب الاحتلال الذي يمارس القتلى والدمار في كل يوم متحديا كافة القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر